موسيقى عزاني الطلبة المتابعي فضاية العراق التربوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سنكون معكم في درس جديد من دروس مادة الحاسوب للصفة الخامس اعدادي اليوم ان شاء الله رح نتناول حلول اسئلة الاسبوع الثالث عشر رح نشوفها ونشوف الحلول المالتها ان شاء الله ونتناقش بيها ونتناولها سويتا بداية السؤال الاول الموجود اللي هو سؤال رقم 21 حسب التسلسل اللي موجود عندنا بالاسابيع هل يمكن التعديل ابدأ انه سوي ابدأ التعديل على قيمة عنصر او اكثر من عناصر المتجه طبعا الجواب رح يكون نعم ممكن ذلك من خلال التعامل مع عناصر المتجه يجب كتابة اسم المتجه اولا وتحديد رقم المؤشر الذي يقابل عنصر المراد الوصول اليه للتعديل مثلا اي ثري حيث يمكن التعديل عليه ثم اعادة قراءته خلي نشوفها انا اياكم في لغة سكراش شو رح تم هاي العملية طبعا انا رح اروح للـ variables هاي الكاتح امسحها من احتاجها رح اروح الى my list make list عفوا رح سوي list جديدة هذه الليست الجديدة طبعا فقط اغير اللغة هذه اللغة تغيرت رح اسميها اني x هاي الليست رح اقول له اوكي صارت عندي x بالشكل هذا طبعا نقدر اضيف منا عناصر س رح اضيف انه هنا رح تكون عندي واحد هنا هيكون عندي ثنيين هنا هيكون عندي ثلاثة و هنا هيكون عندي اربعة بالشكل هذا عنصر اخر خلي اضيف ايضا رح اضيف بي طبعا خمسة هاي ضفت خمسة بالشكل هذا طبعا عملية التعديل على عناصر المصفوفة هنا او المتجه اللي موجود عندي من الممكن ان اتم بطريقتين طريقة الاولى من الممكن انه اروح اعدل بصورة مباشرة على هذا العنصر من خلال انه اروح المكانة مثل ما تشوفون اضلله و اش اسوي اهنانه اغير العنصر اللي انا اريده مثلا انا اضيف هنا تسعى مكان لثلاثة مثل ما تشوفون انه تعدل العنصر اللي عندي موجودة ممكن من خلال اللبينات اللي موجودة عندي اللي توفر لياها لغة سكراش طبعا واحدة من اللبينات اللي موجودة هو replace item هذا replace item اللي انتو تشوفونه replace item اش اسوي اغير العنصر اللي هو رقمه ثلاثة اللي انا خليت بيه تسعى طبعا محتوياته طبعا هنا موقع العنصر غير ليا بيش غير ليا احط لي بمكانه مستعش اوكي بالشكل هذا هسه حاليا هو موجود بداخله شنو موجود بداخله تسعة مثل ما تشوفون امامكم اللي هو العنصر الثالث بالمصفوفة مجرد انه اروح اضغط عليها درشوفون انه تبدل هذا العنصر بس ضغطت اهنانه تبدل هذا العنصر من تسعة الى مستعش فهذه هي عملية التعديل على مصفوفة يعني انه مثل ما شفنا ممكن انه تتم بطريقتين طريقة الاولى من خلال انه اروح اضغط علي بصورة مباشرة على هذا العنصر او من خلال انه استخدم جملة الربليس ايتم لابنة الربليس ايتم اللي توفر ليها لغة سكراش هذا بالنسبة لهذا السؤال اللي موجود عندنا هنشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم 22 اكتب خطوات انشاء قائمة تضم عشرات عناصر قيمها من واحد الى عشرة طبعا احنا هنا مخليين مجموعة خطوات اولا نضغط على انشاء قائمة make list تظهر نافذة تطلب ادخال اسم القائمة نعطي اسم القائمة وليكن لدينا عداد ثانيا تحديد عدد عناصرها من خلال الزائد اللي موجودة بالاسفن مثل ما سويت قبل شوية الى حد عشرة ثلاثة اعطاقية من العناصر بالنقر عفوا على الخلية وكتابة العدد خلين شوفها آنوا ياكم داخل البردامج ثلاثة اعطاقية من خلال الزائد بداية اعطاقية من خلال الزائد راح اروح اضيف قائمة جديدة مثل ما قلنا انو هندن روح على variable وعندي هنا make list مثل ما تشوفوه امامكم راح اسمي هاي القائمة شنو why راح اقول له اوكي صار اسم المتجه هذا why بالشكل هذا اللي انتو تشوفوه حاليا هذا المتجه شبيه خالي من العناصر حاليا هذا المتجه خالي من العناصر عندي طبعا عملية اضافة العناصر لهذا المتجه تتم بطريقتين عملية اضافة العناصر لهذا المتجه راح تتم عندي بطريقتين طريقة الاولى انه من خلال الزائد اللي موجوده هنا هذا اللي دي شوفوه اقدر اضيف عنصر عنصر كل ضغطة زائد راح اضيف لي عنصر طبعا هذا العنصر راح يكون فارغ الى انه انا املي اوكي بالرقم اللي اريده من خلال اختياره وأمل لي بالعنصر اللي أنا أريده بالشكل هذا اللي أنتوا دا شوفوا راح خلينا أربعة مثلا أو أنه أقدر أكو لبنات توفر لي لغة سكراج مثلا عندي لبنات أت أت شي سوي ضيف لي العنصر المحتوى مالته مثلا هنا 23 وين أضيف ليها قائمة مثلا هنا أضيف ليها لل Y فأختار قائمة طبعا هنا من أضغط إذا عندي أكثر من متجه هنا عندي متجه طبعا X وعندي متجه Y من الممكن أنه أختار X أو Y أنا طبعا اختارت ال Y مجرد أنه أضغط عليه مثل ما تشوفون راح يضيف لي راح يضيف لي عنصر جديد إلى المتجه هذا اللي هو اسمه Y ومحتوى تشجد 23 طبعا وين راح تتم إضافة العنصر بنهاية المتجه رجعت مرة لأخ ضفته راح يضيف لعنصر سادس أيضا بي 23 وهكذا إذا عملية الإضافة هنا إضافة العناصر إلى هذا المتجه تم أما عن طريق الزائد هذا اللي موجود عندي أو يتم عن طريق اللبناءات مثل ما تشوفوها أمامكم هذه أيضا من الممكن استخدامه طبعا عندي أيضا insert أيضا هنا ممكن أن أستخدمه insert مثلا insert 66 ما عندي 66 add فقط أختارها هذه إلى العنصر الخامس أوكي أوف المصفوفة واي بالشكل هذا شوفها سمرة أضغطها صار بالعنصر الخامس ضافت لي 66 مثل ما تشوفونا أمامكم بالعنصر الخامس ليش؟ لأنه أنا حددت الخامس هنا محتوى العنصر هو 66 أوكي والسوى شفة البقية العنصر الخامس القديم صار السادس والسادس صار السابع إلى آخر فهذه أيضا طريقة أخرى لإضافة العناصر إلى المتجه اللي موجود عندي هذا بالنسبة أبناء الطلبة هو حل هذا السؤال أنه أنا شون رح أسوي متجه كيفية إنشاء متجه جديد ومن ثم إضافة العناصر إلى هذا المتجه ومثل ما قلنا عملية إضافة العناصر أما تتم من خلال أضافتها بصورة مباشرة من خلال الزائد الموجود في ذلك المتجه على الجهة اليسرى أو من خلال اللبيناء عاد أو من خلال اللبيناء انسرت هذا حل هذا السؤال اللي هو F22 شوف السؤال اللي بعده اللي هو السؤال 23 شي يقول عندي خلي نكبره حتى نشوفه بصورة باضحة أذكر أهمية استخدام أدوات التكرار لإجراء عمليات مختلفة على المتجهات تستخدم طبعا إجابة ماتح تستخدم أدوات التكرار في لغة سكراش لإجراء عدد من العمليات من عمليات الترتيب والعمليات الرياضية على عناصر المتجهات أدت مرات من خلال تكرار اللبيناء طبعا العمليات البرمجية الموجودة بداخلها خلي نشوفها آن وياكم بالبرنامج نانا الطلبة طبعا إحنا نستذكر أنه بالصف الرابع عدادي أخذنا لبنات التكرار لبنات المستخدمة بالتكرار أخذنا الريبيت أخذنا الريبيت أنتل أخذنا الforever لأن كل هن تلف لبنات أخذناهن وهن يستخدما في لغة سكراش لإجراء عمليات التكرار بالصف الخامس إعدادي أخذنا آنياكم المتجهات والمصفوفات طبعا إحنا نقدر نسوي فالدمج بين اللبنات الخاصة بعملية التكرار واللبنات الخاصة بالمتجهات والمصفوفات اللي موجودة عندي طبعا دائما جمل التكرار أنه نقدر نستفاد من عندها في تكرار عمليات مثلا تكرار إضافة أعداد إلى القائمة اللي موجودة عندي أو المتجه اللي موجودة عندي مثلا حذف عنصر أو مجموعة من العناصر من متجه أيضا محدد أني رح أختارها استبدال عنصر بعنصر آخر إلى آخرين من العمليات اللي ممكن أن نكررها بصورة مستمرة وداخل هذه المتجهات اللي احنا مختارين خلنشوفها آنياكم شون دتم طبعا رح أروح إلى أيضا variables خلنسوي آنياكم make list أخرى هذه رح نسميها Z بالشكل هذا رح أقول له أوكي صار عندي Z أنا قلت قبل شوية قلت أنه بالسؤال اللي قبله عملية إضافة العناصر أما من خلال زائد أو من خلال الآد أوكي أو من خلال insert أو من خلال insert طبعا كل مرة أنا هسأني إذا ضفت كل مرة لازم أضغط أضغط كل ضغط رح أضيف لي عنصر من هاي العناصر مزين شا أقدر أسوي أقدر أروح للكنترول أوكي وأجيب مثلا على سبيل المثال خلي نجيب خلي نجيب repeat قالوا إياكم جبت repeat هنا بالشكل هذا أوكي repeat أرضى ضيف أنا عشر عناصر لهاي المصفوفة لذلك أنا رح أخلي هنا عشرة أوكي ورح أقول له أجيب add موجودة عندي طبعا أرجع variables اللي موجودة عندي رح أجيب add من جديد ورح أخليه داخل هذا ال repeat أوكي ورح أحدد أنه ضيف لي مثلا الرقم 2 بالشكل هذا أحدد المتجه ماتي هنا المتجه سيكون Z إلى المتجه Z كم عنصر رح يضيف لي رح يضيف لعشرة عناصر ليش لأنني خليت عشرة عناصر هنا لو أريد خمس عناصر رح أغيرها وأسوي خمس عناصر بالشكل هذا أوكي ش رح يضيف 2 أوكي إلى القائمة Z لو نفذنا ضغط معالية مثل ما تشوفون بهذا المتجه ضاف لخمس عناصر مرة واحدة ليش؟ لأنه أنا استخدمت جملة الريبيت اللي موجودة عندي داخل هذه الريبيت خليت اللبنة اللي اسمها آد اللي تضيف لي عنصر يعني محتويات عنصر إلى داخل المتجه اللي موجود عندي اللي أنا حددت اسمه Z على سبيل المثال لو هذا Z أنا رح تغيرته سويت هواي أوكي مثل ما تشوفون هاي هي المتجه هواي حسا إذا ضغطت هنا سوى هنا ضاف لخمس عناصر بالشكل هذا أوكي ضاف لخمس عناصر واحد نية ثلاثة أربعة خمسة إلى المتجه واي ليش ضافهم لأنه أنا استخدمت أيضا جملة الربيت هنا مثل ما تشوف هاما فهنا مثل ما تلاحظون عزان الطلبة أنه نقدر نسوي فالدمج بين جمل التكرار اللي موجودة عندي والجمل الخاصة أو اللبنات الخاصة بالمتجهات والمصفوفات في لغة السكراش ونكرر تلك اللبنات الخاصة بالمتجهات والمصفوفات عدد من المرات هذا بالنسبة للحل اللي هو سؤال 23 السؤال اللي بعده اللي هو سؤال 24 خلينا نكبره نشوفه آن وياكم ما أهمية التطبيق لبنات كونتينز كونتينز لبنات كونتينز تحتوي على معناتها باللغة العربية كونتينز معناتها تحتوي عنها لعناصر موجودة في قائمة ما فيه متجه ما شنه تأثير استخدام كونتينز طبعا هنا الجواب أهميتها السؤال عن عدد العناصر عن عنصر معين هل موجود في القائمة أم لا طبعا دائما الجواب يرجع أما true أو force شوكت يرجع true من يكون عندي هذا العنصر هو موجود شوكت سيكون force أن يكون عندي هذا العنصر ما موجود بالقائمة أو المتجه اللي أنا تكلمت عنه خليشوفها أنا إياكم طبقها من ضمن اللابينات الخاصة بالمتجهات ها ها دليت ربلاسمنت عفوان هادي هادي الvariables المتغيرات هادي دليت دليت انسرت ربلاسمنت هادي contents عفوان هادي contents مثل ما تشوفوها أمامكم جبتها هنا طبعا بالcontents اش راح سوي راح حدد المتجه هنا هل هو X أو Y أو Z أنا أخذت X مثل ما تشوفون ورح أخلي هنا العنصر اللي أنا يبحث عنه رقم العنصر لا مو رقم العنصر محتوى العدد ما تشقت مثلا راح أقول 66 مثل ما تشوفون المتجه X يحتوي على 66 هنا موجود فسن راح أضغط عليها هنا أوكي حيصير رجعت لترو مثل ما تشوفون أمامكم ليش لأنه 66 موجود هنا أما إذا غيرت هذا مثلا سويت على سبيل المثال 99 99 لأعتقد ما موجود أوكي ضغطت شن طاني طاني فورس ليش لأنه 99 ما موجود هنا 99 مثل ما تشوفون أمامكم ما موجود هنا داخل هذا المتجه هذا بالنسبة لكونتينز إذن كونتينز وظيفتها البحث داخل المتجه معين عن عنصر محدد داخل المتجه معين هذا المتجه إذا كان هذا العنصر عفوان إذا كان موجود داخل المتجه راح ترجع لترو وإذا كان هذا العنصر موجود داخل هذا المتجه طبعا راح ترجع لفورس هذه هي اللبنة كونتينز الخاصة اللي تعمل مع مصفوفات والمتجه هذا بالنسبة الجواب السؤال 24 السؤال الأخير اللي هو 25 اللي موجود عندي ما هي الخوارزميات الترتيب Sorting Algorithms خوارزميات الترتيب طبعا هنا بيسل عنها وظيفتها ترتيب العناصر بشكل معين كترتيب العناصر بالشكل التصاعدي أو التنازلي طبعا هذه الخوارزمية مبنية على أساس المقارنة المقارنة نسميها Comparison بين عناصر المصفوفة تعمل على إيجاد العنصر الأصغر أو الأكبر بالمقارنة مع مجموعة العناصر غير المرتبة والموجودة في المصفوفة طبعا آنوا إياكم بالدروس السابقة شفنا فد أمثلة عن هذه الخوارزميات خوارزميات Sorting Sorting هي طبعا الخوارزميات اللي موجودة اللي موجودة وتستخدم داخل المصفوفات والمتجهات اللي ساعدني في ترتيب الأعداد ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي داخل المصفوفة طبعا إحنا خذنا مجموعة من الأمثلة عليها بالدروس السابقة وشفناها حليناها خذنا أمثلة على خوارزميات الترتيب الترتيب التصاعدي وخوارزميات الترتيب التنازلي هذا كل ما يخص درسنا وحلول أسئلتنا لهذا اليوم نتمنى أنه وصلت الفكرة بالصورة الصحيحة طبعا كل هذه الدروس وحلولها تجدوها على منصة المنصة الرسمية لوزارة التربية العراقية لمنصة نيوتين عن طريق الروابط اللي موجودة تقدرون توصلون كل هذه الدروس والأسئلة وحلولها من خلال منصة نيوتين التعليمية رح نتلقيكم إن شاء الله بدروس أخرى لمتابعة ما موجود في كتاب المنهجي للصفة الخامس إعدادي إلى ذلك الحين نستودعكم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة